بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أحبتي في الله معكم دايما أخوكم وعد إن شاء الله تكونوا كلكم بخير توحشناكم والله قال توحشناكم توحشنا أجواء اليوتيوب والحماس إن شاء الله كامل تكونوا بخير خوتي العزاز مرحبا بكم في قناتنا إن شاء الله اللي راعدك يتخليها يشترك فيها يشترك فيها ويفعل زر الجرس هكذا حتى يصلكم الجديد والمفيد إن شاء الله أخوتي العزاز حبيت نظر يعني في عجالة على موضوع يعني الناس راهي حيرة فيه وصلوني بزاف لميصاج سواء لميصاج ولا كاللي عيتلي كاللي عيتلي كاريمو طلقت حل هضران حل هضران طلقت يعني بالنسبة للكناري المستوعد بالنسبة للكناري المستوعد فكما تعلمون إخوتي أنه يعني الناس بدا تدخل يعني تستورد في الكناري الكناري على رأس يعني بأنواعه وراه مطلقة حل هضران أنه الكناري المستورد يعني ما يصلحش للإنتاج وأنه يعني كاين الناس بساكن ما يعرفون شي يقول لك ضربين له لبرا باش ما ينتش إلى آخره خوتي خصنا نوضح بعض النقاط باش تعارفوا ونضح لكم الحقيقة أنا يعني بحكم تجرباتي اكسبت بزاف الكناري المستورد بزاف نشي واحد نشي زوج وربيت وراح نقول لكم السلبيات والإيجابيات التاعه اه أول نقطة خصنا نحضروا عليها هل الكناري المستورد ينتج أم لا ينتج في القافص خوتي الإجابة أنه ينتج عادي جدا 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 ما كان منها هذه خوتي نحن مريصانكم بتاع الكناري المستورد يضربونه لبرا أو يعقموه باش ما يولد لك ما كان منها خوتي ما كان منها هذا كلام فارغ كلام يعني صراحة كلام تاع الجهال فقط الجاهل الجاهل هو ليقول هذا الكلام اه الحاجة الثانية يا خوتي بالنسبة للناس اللي تقول أنه طير هذا المستورد مناعته ناقصة هنا الإجابة نقول لكم ناعم المناعة تاعه تكون ناقصة كان حاجة خوتي الطير كي يستورد يكون متعود على مناخ وعلى بيئة تربية تاعه غير البيئة اللي راح ربيوها فيها ويعني أغلب الطير المستوردة أول حاجة تكون طرعة فقط بالمضادات الحيوية المضادات الطفيلية إلى آخره إلى آخره إلى آخره يعني طلعها بالدوع بالدوع ثاني حاجة يعني تربى في الإضاءة الإصطناعية في الإضاءة الإصطناعية يعني مولفة مولفة عدد ساعات إضاءة معينة مولفة يعني وأنها تريد ساعات عدد ساعات وعندما تذهب على الوصحة ويعني هناك نسبة الموت ونسبة الموت تكون عالية للأسف وللأسف بالصح أول حاجة كيف تضعوا بطير المستورد أول حاجة توضعوه في السخانة في السخانة خصوا الحرارة خصوا الحرارة هذه أول حاجة الثاني حاجة اليمات كلها و حتى يكون صحيح أعطيها الإزاسي و الثاني الماكلة الميلونج لا تكحلوه لكي لا تكحلوه لكي أكل برقم مكسيما لا تكحلوه لكي أكل برقم لها هذا يحكم تجربتي أخوتي صحيح اه في حالة إذا شاهدتوا الطائر التاعكم شوية تفخوا الله أعطيها الهزنتي بارازيتر كما القوكسيماكس تبيعه أو سيلفة أو بايكوكس ولكن أكدوا على الإزاسي لأنه لماذا؟ كما تجربة الحموضة على الماء وتعطيها له يوميا يوميا تجربة الحموضة على الماء و ما سيحدث؟ و كان حتى في الأمعاء التاعو تكون ماشي يعني تسموض يعني كاش بكتيريا ضارة ولا بارازيت ولا اه درجة الحموضة كي تكون مرتفعة تمنع ضغور المرض إن شاء الله تمنع ضغور المرض لهذا هذه هي وصيتي لكم خوتي اه قلنا الانتاج انتاج عادي الماناعة تاعو نعم ضعيفة هذا ما كان خوتي العزاز عندكم فقط ان بريود يعني شهرين تلت شهر بلا ما يعني تصوفي وهكما نقول تصوفي وهكما نقول من بعد يعتاد على الظروف عادي بالصح يعني الحاجة المليحة ان شاء الله ان شاء الله كين تجلك يعني انت تخدم المناعة تاع الصغار تاعو تاع الفراخ تاعو كما تحب كما تحب يعني الفراخ تاعو ان شاء الله المناعة تاعو تطلع عالية اه هنا حاجة خوتي اخرى نقطة ثالثة بزاف يقول لك اودي اسكول الطير تاع المستورد مليح ماشي مليح خصنا تفقع نقطة خوتي كما تقول الحر الطير الذي يعطيه لك الطير حر هذا مستحيل هذا من سابع المستحيلات يعني للاسف لم نعد نشحل الآخر لم نعد نشحل الآخر بالصفة التي نشرها الطير ولكن يجب أن تعرفوا مليح ميخوتي أن الطير مستحيل يعطيك سلالة مستحيل يعني هذا يعطيهنا ما يحتاجه كما تقول الراكا يتحهم يطيهم صح سيخوتي لهذا حاولوا تشريوا طير تكون في مواصفة جيدة وان شاء الله يعني ساديب يكون رفض جينيتيك يعني وراثيا بل يكون رفض حاجة مليحة ان شاء الله يعطيك طير أفضل منه سيخوتي بالصحي عموما يعني بل يتحكم في هذه النقاط خوتي العزاز حتى بعد ما يكدب عليكم الطير المستورد طير عادي المهم أفضل من الطيور اللي عندنا في الجزائر أنا شايف المستوات على الطيور اللي عندنا في الجزائر يجي يضيفوا أفضل حاشة مقطل المربي الكبار لهم مواصلين ورهم يحاولوا يحسنوا السلالة تحهم كما قلتكم خوتي ينتج عادي إن شاء الله المناعة تكون ضعيفة ماذا بكم يعني دائما تعطيوها الأحماض الأحماض وإن شاء الله خوتي ربي وفقكم وإن شاء الله أشوفكم في موضوع آخر خوتي العزاز السلام عليكم وإطلاق وبركاته